حتى العام 2022 فإن اليمن في الطريق إلى أن يكون أفقر بلد في العالم إذ أن الأطراف المشاركة في الحرب لا يبدو أنها على استعداد لتقديم أي تنازلات لوقف الأزمة كما أن الموت الذي يحيط باليمنين لا يمثل لها أولوية أما في حال استمرت الحرب عشرة أعوام أخرى فإن 78% من اليمنيين سيعوشون في فقر مطقع وسيعاني 95% من سوء التغذية بينما لن يجد 84% من الأطفال حظهم في الحياة بشكل سوي وسيعانون من التقزم هذه الأرقام كانت ضمن تقرير جديد صادرا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي يقول أيضا أن الحرب تسببت في زيادة الفقر بين السكان من 47% إلى 75% وهذه النسبة ستتحقق بحلول نهاية العام الجاري الذي لا يفصلنا عن نهايته إلا ثلاثة أشهر فقط حينها ستتضاعف نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مطقع إلى ثلاث مرات كان بالإمكان أن يحرز اليمن تقدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولكن أربع سنوات من القتال كانت كفيلة بإعاقة التنمية البشرية لمدة 21 عاما كما خسر اليمن 89 مليار دولار أمريكي من نشاطه الاقتصادي ولو توقفت الحرب اليوم فإنه من غير المرجح أن تحقق اليمن أي من أهداف التنمية المستدامة حسب ما يقول أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لكن الحرب لم تكن أكثر قسوة إلا على المدنيين الذين لا يملكون أي حيلة أو سند بينما يحرص كل طرف بما في ذلك الأمم المتحدة على توظيف الأزمة الإنسانية في ظروف يصفها كثيرون بالامتهازية